دوره الفعال في نقل حقيقة ما يجري في مدينته استشهد بيطار في مثل هذا اليوم من العام الماضي فأراد رفاق دربه تخليد ذكراه وأعد التقرير التالي الذي أفادتنا به شبكة شام عرّت النعمان وتقدر بصمته جيدا إنه الشهيد أدهم بيطار الذي أسس مكتبها الإعلامي ونقل للعالم صورة ثورتها وصوت شعبها كانت خبرته في استخدام أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الإصطناعية لتبقي مدينته في موقع مميز على خارطة ثورة سوريا إذن محاولة النظام كتم صوتها عن طريق قطع الاتصالات عنها لذلك ربما أزعج أدهم جيش النظام كثيرا حتى سخر الأخير مقاتلة ميغ أصابته بمقتل أثناء قصفها لمدينة المعرّة في مثل هذا اليوم من العام الماضي ليترجل أدهم ويترك لرفاقه متابعة المسيرة كنا عاشين أنا أدهم نزل صاروخ من طيارة حربي صاوب بشظيه بقلبه أدت لسشهاده فورا حاولت أسعفه بس ما رحقت لأن كنت نتصاوب جنبه غير أن الأخطار التي أضحت تواجه الإعلاميين في إدلب كثيرة جدا لم تعد تقتصر على تهديد قوات النظام فقط وهم أضعف خلق الثورة بكاميراتهم وأقواها بجرأتهم وقدرتهم على نقل ما يجري للعالم كله وقد شهد لهم بتميزهم حين انتقلوا من ناشطين عاديين إلى صحفيين محترفين يقولون الحقيقة مهما كان ثمن النطق بها أو خالفت أراء الكتائب المقاتلة على أرض الثورة السلاح الوحيد بيد الإعلامي هي الكاميرا وأي شيء بدي ينشروا الإعلامي بخاف أنه يتهدد أو حدا يوقف الدربه فلذلك مندعو كافة المجاهدين في سوريا أنه يوقفوا بصفل الإعلاميين ويحموهم لينقلوا الصورة الصح والواقعية اللي عم تصير بسوريا لذلك عمد الإعلاميون في إدلب إلى إطلاق مشروع اتحاد يضمهم ويطالب الجيش الحر بالتوقيع على ميثاق شرف يتعهد بحمايتهم والدفاع عنهم ويعمل أيضا على تطوير أدائهم ليكون أكثر استقلالية واحترافية ويطمحون للتواصل مع منظمات دولية تدعمهم وتشد على أيديهم حتى يكون واقع ومستقبل الصحافة مشرقا في عمو ميسوريا ترجمة نانسي قنقر